إذن مشاهدين الكرام بشأن فشل السياسات الزراعية في العراق في ظل الأزمة الغذائية التي يعيشها العالم معناها هاتفيا من بغداد الخبير الزراعي وخبير الموارد المائية أيضا سيد تحسين الموسوي مرحبا بكم سيد تحسين في ظل هذه الأزمة التي يعيشها الأمن الغذائي في العراق تقرر الحكومة إلغاء الدعم للفلاحين هل يمكن أن نقول أن العراق فقد هويته الزراعية؟ بالبداية تحية لكم ولكل متابعكم الكرام حياكم الله حقيقة تتكلم عن الموضوع ليس من السهل وإن جرى تعرف أولا أن زبان تتكلم عن الحضارة أساس الحضارة العراقية حضارة النهار حضارة ود الرافدية هذا التراث وهذا الأرث لكن للأسف الشديد نعم يتعرض لأسوأ مرحلة على مر التاريخ يمر بمرحلة خطرة من أزمة تصحر تصل إلى تسعين بالمئة من أراضي أزمة جفاف خطرة أفقدت التنوع الأحيائي ورفعة المسببات المرضية ستزيد من التوترات الاجتماعية ستزيد من التوترات الخارجية أزماء اقتصادية إذا أنه وصلت إلى الأمن الغذائي حقيقة الأمن الغذائي أكيد يعني لاحظ العالم لا يزال محدد بالفيروسات الأمراض الخطيرة لأسامح الله إذا تعرض العالم إلى أغلاق مثل ما حدث في كورونا سيكون وضع مختلف وصعب على هذا التراجع الخطير أولا الملف الخارجي بالنسبة للمياه ما كان إلى أي حل من بعد 2003 فبقت السيطرة تام على حصص الأراق المائية بعد تغيير المناخ ودخول الأراق من خمس دول محددة بالمناخ والأخطر من هذا رفع السري عن تقريره كانت الاستخبارات الأمريكية التي دخلت أيضا للأراق من 11 دولة مهددة بالتوترات الخارجية وستكون متهددة بحم الظنك وستكون فريسة للدول يعني يتحدث عن نزاعات اللي ربما داخلية وخارجية أمور جدا خطرة مثلا تغيير المناخ حذر علماء أنه سيستمر للعام 2040 لاحظ أننا لسنة الثالث على التوالي العدام الساقطات ونعمل على المخزون وهذا المخزون أيضا بدأ الحقيقة وافحة لا يحتاج إلى تصريح بدأنا لاحظ جفاف البحيرات بدأنا من ساوى ومن ثم الرزازة وحمرين يعني بدأنا نفقد الأراضي بالأراضي لاحظ كثرة العواصف هذا نتيجة فقدان الأراضي الرطبة كل ما تفضلت به يعني عفوا كل ما تفضلت به لمصلحة من يعني هذا القرار إلغاء الدعم أولا يأتي كما تعلم في ظلب عوقات كثيرة كما تفضلتم بذكرها الجفاف العواصف الترابية وما إلى ذلك التي ستؤدي بالنتيجة إلى هجرة الفلاحين أراضيهم لمصلحة من هذه النتيجة البائسة في العراق هذا السؤال طرحنانا ربما في أدة مراحل عندما نتحدث ويكون السؤال أول لاحظ خاصة نحن الآن والعراقي سجل رقم واحد من فلال انتعاش المنتوج المحلي وهو النفط عربيا يعني سجل رقم واحد وأن هذه الإرادات راح تستمر من العام 2023 لاحظ أيضا هذه الموازنة الانفجارية تعادل موازنة أربع دول وهذه الأربع دول تعادل نفوس العراق ولكن نحن فيه تراجع ومستمر أكيد يذهب الحال على أنه خطأ العملية السياسية عملية المحاصصة عملية الهيئات الاقتصادية للأحزاب هذا أمر واضح يعني ما يقصع الجميع ما يحتاج إلى تفسير اليوم كل التقارير العالمية يعني هذا الجانب اللي حقيقة يذهب بنا للمجهول يعني اليوم المرحلة خطرة تختلف نتكلم عن مناق اليوم التربة ملوثة والمياه ملوثة والهواء ملوث نعم إذن هذا الأمر أصبح يهدد بالصحة حتى سيدة لين دعني وضع لك نقطة جدا مهمة الكالفة عندما نبحث ملف التصحر عملية التصحر عملية معقدة جدا يعني من الممكن اختصلاح الأراضي من الممكن لكنه عملية عادتها من التصحر الصعبة كون الأرض ستفقد خواصة الكيميائية الفيزيائية الأحيائية إضافة إلى ذلك عندما تبدأ الهجرة من الصعوب أن تأييد المواطن إلى أرضها فنحن أهمان يعني مشكلة معقدة جدا مسألة التصحر مسألة معقدة بالعكس العراق سوف يصبح مصدر للعواصف لدول الجوار نتيجة العدام من غطاء النباتي نتيجة جفاف البحيرات ونتيجة قطأ المياه بصورة تامة يعني إذن نحن نعيش موت تدريجي بالحقيقة وهذا الملك ما أخذ أولويت نعم المستقبل ينظر بخطر إذن ولكن أيضا في هذا الجانب بحسب اتحاد الجمعيات الفلاحية فإن الحكومة يعني لم تقم بإجراءة جادة لإيقاف مثلا تجيب البساتين وهذا مهم جدا كيف ترى التدابير الحكومية في إيقاف هذه الجريمة كما يصفها الفلاحون بالحقيقة المفتوض كان الاتحاد الجمعيات الفلاحية واللي يمتلك أكثر الجمعية على مستوى البلد وهو الممثل الشرعي للفلاح أيضا نلاحظ أنه هذا صوت ضعيف وكان أيضا محمل بالمشاكل والخروقات التي خص ليس هذا البوضوع لكن كفلاحين ينقلون هذه المعاناة نعم هذه المعاناة موجودة نسبة كثيرة مستماعات للتقرير يعني منها تحدث المواطنين على مسألة السيطرة على المساحات الخضراء البناء التوسع السكان على حساب الأراضي الزراعية مسألة غياب الدعم عدم دعم الأسمدة من خلال الأسمدة ونبدأ فتح المستورد بحيث ما يجعل من الانتاج المحلي أنه نفسه هذه كلها أضرار اقتصادية يعني نتحدث عن نفس ما ليس بالسهلة بحدود الخمسين بالمئة من سكان العراق على جانبي الفرات ودجلة يعتاشون على مهنة الزراعة وهذا سيسبب أيضا هناك الخلال بالانتاج الحيواني ليس فقط بالانتاج النباتي وهذا ما يرجع فقط يعني المريض الحمل وزارة الزراعة لربما نكون ظالمين لها بحيث أنه هناك قوانين قيدت حتى وزارة الزراعة مثلا 2013 قاموا بإلغاء الانتاج برفع عملية الانتاج من وزارة الزراعة أصبحت بحثية خدمية أرشادية ومن ثم عام 2016 نقل الصلاحيات إلى المحافظات بحيث أضعفت مصادر القرار أفقدت أولويا وزارة موارد المائية أيضا كانت تمتلك قبل 2003 كانت لديها سلطة حتى في رضع المتجاوزين كانت لديها سلطة لصلاحيات المدير عام يصل لصلاحيات قاضي محكمة جنح هذه كلها رفعات بحيث أصبحت مسألة التجاوزات على الأراضي تجريف البساتين التجاوزات على المشاريع كل ما تبطلت بذكره أسباب أدت إلى تدهور الجانب الزراعي أعتذر لمقاطعتك أستاذ تحسين إذن شكرا جزيلا لك كان معنا تحسين موسوي من بغداد خبير الزراع والموارد المائية